أنا قبل الفاصل قلت أنا مهمة قوي أعرف الاضطراب الشخصية الحدية ده بدأ إزاي من عند الأهل يعني الأب والأم بيعملوا إيه ولا هي جينات ورصية هي 50% منها جينات موروصة و50% تفاعلات مع البيئة المحيطة بيه خاصة في الحاجات اللي هي بتبقى جاية نتيجة التنشأ زي ما حضرتك بتقولي ميل الأب أو الأم هو الأب والأم ممكن يكون حد فيهم مصاب بالاضطراب الشخصية الحدية وده اللي بيعزز فرصة الإصابة في الأولاد إنه يبقى فيه حد مطاب لكن إيه الحاجات اللي ممكن إحنا بيها نخلي الشخص ده اللي عنده استعداد بدل ما كان عنده سمات يتحول للطراب يعني هو لو عنده سمات واستعداد وأنا عندك بيئة قدرت أتحكم وبقى بيئة آمنة وعدل من السمات بتاعته ده هو لسه صغير طفل في الغالب الشخص ده مش يعاني من الطراب الشخصية الحدية لكن لو كان عنده استعداد وأنا كبيئة زودت ده سواء بقى بالإهمال سواء بالزعيق بقى زيادة زيادة الاستغلاقة بالاستغلال العاطفي استغلال الجنسي استغلال المادي إهمال مرادة كتير مشاكل أسرية جوه الأسرة كتير حيضغطها باستمرار كل ده بيخلي الأعراض بتاعت التراب الشخصية تظهر لي بدري وبتخلي الصورة الإكلينيكية بتاعتهم تبقى أكثر ودوحا يعني فدور الأهل ايه؟ دورهم في التنشيئة طبعا قصة التعلق دي مبنية بأول كير جفر في حياة كل إنسان فينا يعني الألاقات وأهميتها والإحساس بالأمان وتنظيم الانفعلات بيجي من خلال مقدم الرعاية سواء كانت الأم أو من ينوب عنها فكل ما كانت الربطة الأولانية في حياة الطفل أو في حياة الإنسان سبتة وفيها أمان كل ما بيبقى علاقاته مع الناس الخارجيين في العلاقات المتكررة بعد كده فها سبت وفيها أمان هادية لأنه كان فيه سبت لأول علاقة في حياته لكن لو كانت الأم أو مقدم الرعاية بيروح ويجي ويختفي بيبقى شوية عنده التضارب في إحساسه تجاه اللي بيقدم له الرعاية اللي هي حتى تحبك أكرهك فيبقى عايزه ومش عايزه لا بحبك ولا بقدر على بعدك طول الوقت أنا ما أحتاج لك ومتدائم من الاحتياج بتاعي فيبقى طول الشخص طول الوقت عنده اللي هو السنائية الوجدانية تجاه الشيء طب الولد اللي بيتربى في بيت بيلاقي الأب طول الوقت مثلا سسايد وأمينة خلاص وبلس بقى حاجة كمان يعني هو شايف أنه طول الوقت الأب بيزعق وتول الوقت بيفرض شخصيته وأمه لا حوله ليها ولا قوة وبعد كده يروح متشبع بقى بفكرة إن بابايا كان بيخرج عادي ويسهر مع صحابه ممكن يسافر مع صحابه ممكن يتجوز على مامتي أو ممكن يخنها بس قدامه فكرة راصخة كده إن الست الصح هي اللي تستحمي كل حاجاتي وتعدي عادي وكانت أمي ما بتحميش مشاكل روح قولي مراته طب ما أنا أمي عايشة طول عمرها كده عمرها ما ثابت بابا ولا عمرها عميت مشاكل دي ليها علاقة بالترابات الشخصية لحد دي ولا دي ليها علاقة بقلة التربية لا علاقة بالتنشأة وبالنمط اللي شافه في حياته يعني هو شاف إن دي علاقة نمط لعلاقة زوجية مابين زوجين هي الكاركتر بتاعة الأب إيه والكاركتر بتاعة الأم إيه هو طول الوقت هيتوحد مع الأب وهيعيش لأنه طبعه ولد وهو في الغالب هيتوحد مع اللي له سلطة وهياخد صفاته وهيكتسبها علشان بعد شوية هيمارس نفس الدور وهيقش نفس الإحساس وهيبقى متطلب بالضبط وهيشرب بيكتسب وهو ده اللي احنا بنعمله في التنشأة برضو يعني جزء من التنشأة إيه السلوك التعلم من خلال المحاكاة إن أنا بشوف إيه اللي بيحصل وبقلد فبشوف ده وبيكتسب عشان كده دي حضرك قلت النموذك اللي بيتقدم بس هو أنا مش بقدم للطفل إنه إزاي يدري علاقاته ده أنا بقدم له إزاي يتحكم في الغضب بتاعه إزاي يدري علاقاته